يبدو أن المعركة المؤجلة صارت حتمية في عدن بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات معركة كسر العظم والإزاحة من المشهد بالأمس تقدمت القوات الحكومية صوب عدن بعد سيطرتها على زنجبار مركز محافظة أبيان وتمركزت أمام البوابة الشرقية لعدن قبل نقطة العلم ولم تدخل المدينة قوات الحماية الرئاسية والمقاومة الجنوبية داخل المدينة هي من تكفلت بمهمة السيطرة على معسكرات قوات المجلس الانتقالي والمطار وانتشرت في معظم أحياء عدن في منحنت قوات الانتقالي للعاصفة وانسحبت لمحافظتي لحج والضالع بعد أن سلمت بعضا من معسكراتها في عدن ولحج تقدم واكبت القيادة الشرعية تفاصيل أحداثه حيث أكد رئيس الحكومة معين عبد الملك أن عودة الدولة إلى عدن انتصار لجميع أبناء الوطن وحذر وزير الداخلية أحمد الميسري كل من يحاول زعزعة الأمن أو يمارس أعمالا انتقامية في العاصمة المؤقتة متوعدا بالضرب بيد من حديد أحداث إنعكست تفاعلتها على المستوى الدولي والديبلوماسي حيث أكد سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن دعمهم الكامل للحكومة الشرعية والتزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وجدد السفراء أثناء لقاء جمعهم بنائب وزير الخارجية اليمنية كوسيلة للوصول لغاية سياسية في إشارة واضحة لأحداث عدن دعم دولي وعودة للقوات الحكومية لكن المعركة لم تحسن بعد حيث ورى البعض أنه من المبكر القول أن القوات التي أسستها الإمارات لسنوات لخوض هذه المعركة وجهزتها بأحدث العتاد العسكري قد تلاشت بهذه السرعة بعد انسحابها عودت قوات الانتقالي الانتشار من جديد في بعض المناطق وسيطرت على بعض معسكراتها التي خسرتها بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لها من محافظتي لاحج والضالع عادت قوات الانتقالي بتعزيزاتها وخاضت اشتباكات في بعض أحياء مدينة عدن كما يجري الحديث عن اقتحامها للأحياء المقاومة لها وتنفيذ عمليات تصفية وعدامات بحق كيادات في القوات الحكومية داخل عدن جولة اليوم يبدو أنها ستأخذ الصراع لمنحا أشد عنفا في عدن بعد تحشيد الطرفين والدفع بالقوات والعتاد بداخل العاصمة المؤقتة ترجمة نانسي قنقر